اشتركوا في القناة نعرف نتعامل عشان نعرف نوجه عشان ما تبقاش المشكلة كبرى كنت ذكرت في وقت من الاوقات ان الحرمان العاطفي داخل الاسرة قد يمتد الى ان يصل الانسان طول العمر ان يسرق وبتعتبر سرقة لحد سن معين وبعد كده بننصب وبعد النصب بنتمسك في قضايا وبعد القضايا بنتمسك في حاجات كتير وقلنا ان السرقة بتأتي من الافراط في العطاء وليس التقنين في العطاء فحتجد دائما ان المعاني والاخلاقيات بتاعة البزخ وبتاعة العطاء الكبير مقترم بنسبة اعلى في السرقة من ان حد يكون محدود الدخل او محدود الامكانيات او ما الى ذلك بيغزي دا ايه بيغزي دا انك فتحت شهية ابنك ادي ايه من الصغر فاذا كان كل ما يطلب يجاب ويجاب زيادة عنه من غير ملواد يعمل مجهود يبقى خلاصة القول اي حاجة هحتاجها مش هقدر اصبر عليها مش هقدر اضغط نفسي عشان اخوي عنده دروس السنة دي فمش اجيب نفس الستايل بتاع اللبس بتاع السنة دي اللي متعود عليه او لان بابا تعبان ومريض وموجود في المستشفى ومتعلق له محليه وعامل الاسطرة دا مش معناه ان انا مش حسافر اصيف وروح واجي مع اصدقائي كل هذه المعاني تنبع من ما يعرف بالاسراف في العطاء للاولاد في جزء عطاء بنيديه باريحية للكل في حدود الصحيح من غير ما نكون تابعين لغيرنا ازعم ان كل بيت لابد ان يكون له نظامه بغض النظر سكنت فوق اصور سكنت في عشش سكنت تحت الارض فوق السقف فوق الروف فوق اي حاجة لك نظامك الذي تلزم اولادك به اذا كان الاولاد طموحين ماديا لشيء من التغيير في حاجة من شرع حاجة من العطاء في حاجة اربطوا باداء علموا ان الاجتهاد سبيل زيادة الدخل علموا ان الالتزام هو اللي بيخليك تحصل على الاشياء لكن اما كون انا كام مفلوتة وقب مفلوت بنجيب لعيالنا اللي هم عاوزين ومش حرمينهم من حاجة اذا علمت الولد يا واد ما تضغطش على نفسك في اي حاجة اي حاجة عاوزها من اي سكة اخدها الاولاد ساعات يتنرفزوا على الاب والام عشان طلبين حاجات ويعيطوا لهم عشان طلبين حاجات ويضغطوا عليهم ويقولوا لهم مش انذاكر عشان طلبين حاجات وساعات بيقولوا مش هروح المدرسة عشان طلبين حاجات ومش هروح الكلية عشان طلبين حاجات ويردخ الاب والأم إلى ذلك ومش عاوزين الولد ده يطلع حرامي يطلع ميت حرامي ليه؟ لأنه ساعة الزنق ساعة الاحتياج مش هيبقى عنده ثقافة الاقتصاد مش هيبقى عنده ثقافة التريس مش هيبقى عنده ثقافة الصبر مش هيبقى عنده ثقافة إن ده حلال وده حرام إن في جهد وإن في عدم موجود أجيب تليفون لابني لأنه اجتهد وانطلق ووصل إلى مستوى معين والتاني خايب أصلا لازم أجاب له ليه؟ عشان ما يتأثرش من أخوي يزعل من أخوي يتدايق من أخوي يبقى في غضضة بينه وبين أخوه أي نظرة قصيرة للأبي والأم في ذلك إحنا بالرب أبو أم بيربو معاني الحب ليست لها أي علاقة بالعطاء المادي العطاء المادي وسيلة رخيصة جداً للتعبير عن الحب تلت تربع الزوجات همهم في البيت أني ما تجيب ليش كذا وكذا 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 عاملني كويس اظهر مشاعرك اقفل الزفت التليفون اللي بتتكلم فيه مع الناس اللي مش كويسين ارجع بدري بدل ما ترجع متأخر وانت قاعد على الكافيه ولا مع أصدقائك ولا مع أصحابك هذا ما أفتقده في الحياة الزوجية اللي موجود فإذا فشلت الزوجة في الحصول على العطاء الإنساني ده هتبتدت أمم مستقبلها زي ما بيقولوا الناس العاديين بشقة ولا بدهب ولا معرفش بإيه ولا بإيه ولا بإيه ولا بإيه لأنك سبت فراغ امتلأ بالجران والجأجرت الجارة والصحبة وزي ما بيقولوا كلام بقى ده أنت عبيتة وهبلة ده أنت ما كونتيش ده أنت ما عملتيش ده الزمن ده كذا ده كذا ده كذا هكذا تمشي الأمور بالنسبة حتى لأولادنا عشان كده من أكتر المشاكل بعد الاندفاعية المرضية اللي محتاجة علاج ويحددها الطبيب الحرمان العاطفي داخل نطاق المنزل الناشف الجامد اللي مالوش أي نوع من أنواع الفايدة في عملية التربية ده تاني سبب تالت سبب من الأسباب اللي هو السخاء والتبذير الشديد في العطاء للاولاد رابع سبب اللي تسقت الأولاد واستغلال الأصدقاء ليهم ومحبتهم عن طريق العطاء المادي أسباب أسباب الأسباب دي في معظمها لو افترضت إن الواد سقة ضعيفة أبتدي أشوف حد يساعدني في إن سقة ابني تزيد ويغتلط بأعمال خير مش هيستغلوه في نادي يلعب فيه أو مركز شباب أشوف له بيئة ممكن تكون فيها مجموعة من الأولاد يشتركوا في عمل من الأعمال زي الكشفة وغيرها وأنمي سقة بنفسه فيبتدي بطل أما يكون الطفل عنده حرمان عاطفي الأم بعيدة والأب بعاد للعلاقات الأسرية اللي هي الضعيفة اللي موجودة وإن العطاء بقى مادي بس والطريقة مأت نشفة وطريقتنا كذا حنو يا إخواننا ما كان الرفقه في أمر إلا زانا ومن نزع من أمر إلا شانا الرفقه في الأمر كله بيوتنا محتاجة شوية رقفة ورحمة إحنا بنشوف مهازل دلوقتي بدأ الغزو اللي هو كما يقال الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي بيوت كتيرة تفسخت وأمراض كتيرة ظهرت وأخطاء بشعة حصلت من أزواج وزوجات وأولاد وغيرها من الأموم المسألة ما بتقفش عند مادة الإيد المسألة بالتمتد إلى الخيانات إلى فساد الأخلاق إلى اتباع أصدقاء السوق إلى اللعب بالدماغ إلى عمل علاقات إلى غيرها من الأمور عشان كده محتاجين أن الأسر تتكاتف شوية عاطفيا وتظهر عاطفتها يعني أستعجب من زوج من زوج يتحدث وماذا يتحدث أنا موفر كل حاجة بس مكشر ومتدايق وقاعد في القوضة وما بتتكلمش وما بتتناقش وما بتاخدش وما بتديش ومقلضم وما فيش حوار زوجي وما فيش تعالى وقالت لك مليون مرة عاوزة أنفرد واتكلم معاك واتناقش معاك وما فيش لا سمعا ولا طعا وهو ماشي على سكته يقول أنا صح وهي في نفس الوقت محتاجة كل هذه الاحتياجات عجبها منين بقى يا سيدي تنحرف الكلمة الطيبة صدقة تبسمك في واجه أخيك صدقة يعني أفضل الصدقات ما كان فيه فيه زوجاتك وأهلك وبالتالي لازم نبتدي هي دعوة هذه الحلقات دعوة دعوة أن احنا نبتدي نفهم شوي نستوعب شوي نعرف مشاكل أولادنا من باتها فين من باحها فين عشان نقدر نعدي ونمر ونشوف ونلتزم ونطور عشان نقدر نوصل بأولادنا إلى ما هو أفضل مش معنى كده إن كل بقى عد ما نبم الكل اللي نقدر عليه أولادنا هيتطلعوا كويسين دعوة يعني دي تربية ربانية يا ابني يا أخواني أصدي يعني تربية ربانية الفضل فضل ربنا سبحانه وتعالى في الصالح والطالح إنه يطلع كده أو يطلع كده دي ما شئته لكن نازم ناخد بالأسباب للآخر عشان نقدر نوصل لذا وأذكركم وأذكركم تذكرة مهمة إنه يجب أن نوفر الأسباب الحقيقية لمنع السرقة أبل من عاقب أوقف عمر بن الخطاب حد السرقة في عام الرماد لعدم اكتمال الأسباب التي تدعو لعدم السرقة الناس كانت جعانة فكانت ساعات تمد يديها هو ده الدين وروح وإحساسه أخلاقه نما بعست لأتمم ما كارم الأرض الحديث بقية أشكركم لحسن استناعكم وأسأل الله أن يتقبل منا هذه اللحظات أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة